منذ عزل الرئيس محمد مرسي والإخوان على مسار طويل لاستعادة حكمه فمع اقتراب الذكرى الثالثة لثورة يناير نشرت صحيفة الوطن ما وصفته بأخطر خطة لجماعة الإخوان الخطة التي جاءت تحت اسم تحرير وتمكين والمحافظة على الإرادة الشعبية وضعت في الرابع والعشرين من نوفمبر وقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الرابع من يناير حيث ستنظم مسيرات لمسافات طويلة في محافظات مصر كالآتي أولا مسيرات تشمل محافظة مصر كافة تنطلق في الرابع من يناير ليوم كامل تحت عنوان الإرادة المصرية الحرة وهزيمة الانقلاب وعودة الشرعية ثانيا مسيرات في العشرين من يناير ينتشر فيها الإخوان في المناطق الحيوية في المحافظات وفي ميدان رابعة ورمسيس وميدان التحرير وطريق المطار والجسور الهمة حيث سيطالب المتظاهرون بتنفيذ مطالبهم المتمثلة في الإطاحة بنظام الحالي وعودة الرئيس مرسي إلى الحكم وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب أنصار الرئيس المعزون محمد مرسي سيتم تنفيذ باقي الخطة على جزئين الأولى ستبدأ في الخامس والعشرين من يناير وافتعال أحداث تمويهية لإرهاق الأجهزة الأمنية وحصار بعض السفارات واقتحام ميدان التحرير أما الجزء الثاني من الخطة سيكون في اقتحام وزارة الداخلية والسيطرة على أقسام الشرطة واقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي وسيطرة على صحف محلية منها اليوم السابع ونشر الشائعات السادس والعشرون من يناير سيكون بمثابة يوم هام لدى أنصار معزول حسب خطتهم والتي سيتم فيها إعلان حالة العصيان المدني والقبض على الرئيس عدلي منصور والفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع واقتحام المحكمة الدستورية ومحاصرة سفارة إسرائيل وتحرك المسيرات بلا توقف ريم صبري العربية